في نقطة مهمة مهمة جدا وبرضو قلتها وقت ما الزمالك كان خسران مش وهو كسبان وبقولك كلام ده لجماهير نادي الزمالك مسؤولي نادي الزمالك الجهاز الفني لنادي الزمالك لاعبي نادي الزمالك ليه بتخلصوا الموسم بدري الموسم لسه بدري عليه قوي لسه الدوري بدري عليه قوي لسه دوري أبطال أفريقيا بدري عليه قوي لسه في كاس لسه في كاس سوبر لسه في بطولات كثيرة لنادي الزمالك محتاج يركز فيها انت مش محتاج ترمي المنديل دلوقتي وكان بعد مباراة في الدوري الكابتن أسامة نبيه خرج وقال احنا ممكن نركز في أفريقيا ونسيب الدوري لو احنا مش هنعرف نقيد لأ الزمالك ما يسيبش اي بطولة قدر الزمالك وقدر الاهلي ان جماهرهم محتاجة منهم كل البطولات الممكنة احنا مش زي أوروبا في أوروبا مثلا يقولوا ايه ليبربول خلاص ليبربول اللي كسب النهاردة مباراة الديربي أمام ايفرتون 2 سيفروم ونجمنا المصري جاب هدف محمد صلاح ليبربول يقولك لا خلاص انا مش اخد الدوري بدري بدري كده يقولك ايه الدوري مش بتاعي انا هركز مثلا في دورة أبطال أوروبا بدري بدري انا ما عنديش امكانيات كلاعبين او جاهزية او او اتخنيها نفس كذا بطولة فانا هركز في دورة أوروبا مثلا ده بيحصل في أوروبا طول الوقت يجي ليهما دي يقولك الدوري بعد عني فانا هركز في دورة أبطال أوروبا يجي مش هركز اللي عندها الكبيرة في أوروبا ده نسبيا مقبول عندهم فمصر هنا لأ مش مقبول في الأهل والزمالك مش مقبول فاشتغل وتعب واكتهد عجبني النهاردة في تصريحات جزول فريرة انه قال هما دول اللعيبة اللي عندنا هما دول الكواليت اللي عندنا هما دول اللي قدروا يكسبوا شككتوا فيهم الفترات الماضية بس هما يقدروا ويعملوا أداء رائع جدا هما دول اللي كسبوا الدوري السنة اللي فاتت والكاس حلو السقة ترجع لك تاني انا ما فهمش يعني مثلا في انجلترا مثلا تلاقي السيتي قعد 3-4 ماتشاط مش كويس الدنيا ما بتنهارش في السيتي ما بتنهارش مانشستر يونايتد بادئ الموسم بشكل كارثي خسائر وتعدلات ونتائج كارثية دلوقتي تالت الدولة الإنجليزية وما زال في المنافسة على راقب الدولة الإنجليزية مانشستر يونايتد ما تلميش المنديل ما قول جنبك هيقع وانت هتقع وهتحاول وهتكتهد وهتكسب انا مش بقول كده للزمالك عشان الزمالك لا انا بقول كده لأي فريق انت عندك عندك اللي يسمح لك انك تنافس على كل البطولة عندك لايما ممبيزة عندك جهاز فني بمدرب ما زلت عند رأيي هو مدرب قادير جدا هو واحد من احسن مدربين الاجانب اللي جنب الكرة المصرية جزولد وفريرة سواء اتفقنا او اختلفنا على طريقته في بعض المباريات الاخيرة بس يبقى مدرب كبير له بصماته الكبيرة اللي امنا